خلوني نروح مع حضراتكم لصورة وتعليق النهاردة عايزة أكلمكم عن بنت مصرية اسمها سارة شيندي سارة مصرية أمريكية عينها محافظ ولاية أوهايو مدير مكتب توظيف الشرطة في الولاية سارة طفلة مصرية هجرت كانت عاشة في مصر هجرت مع أهلها سنة 1990 وكانت طفلة صغيرة عندها 6-7 سنين سفرت لأمريكا والدها خد الدكتوراه في الكيميا من إحدى الجماعات هناك ومامتها كانت بتشتغل مدرسة للغة العربية في أحد المدارس الخاصة بالجالية العربية سارة درست الدراسات العدالة وخدت البكالوريوس في دراسات العدالة من جامعة كنت وانضمت لأكاديمية الشرطة وأصبحت ظابط شرطة قعدت الرقيب سارة تشتغل 15 سنة في الشرطة الحقيقة إن أول تعينها كان في دار للأحداث تعامل مع الأطفال ما اكتفتش خدت الماجستير برضو في العدالة الجنائية مع تخصص في القضايا العالمية وابتدت تعمل في مجال التدريب على تنفيذ القانون وتطبيق القانون وتدريب زباط الشرطة وفي التدريس اشتغلت في التدريس من 2016 ل2020 سارة هذه الفتاة المصرية حصلت على جيزة تخص من هم تحت سن الأربعين من الجبهة الدولية للقاضة في الشرطة سارة كانت الوحيدة من ولاية أوهايو الوحيدة اللي نقدر نقول مصرية أو عربية وسط 1500 مشارك في هذه الاحتفالية 1500 ضابط مشارك في هذه الاحتفالية من جميع عن حق العالم سارة حصلت على هذه الجيزة تحت سن الأربعين سارة أول ما فكرت تلتحق بالشرطة كان باباها ومامتها يعني مش موافقين بس هنقف عند النقطة دي دايما أن هما ما كانوش معفقين لكن أقسبوها ودعموها ووقفوا جنبها علشان تحقق حلمها النقطة اللي دايما بنتكلم عنها سارة شايفة إيه شايفة إن بدلة الزابط هي أشرف شيء ممكن الإنسان يرتديه وشايفة إنه إعمال القانون وإنفاذ القانون من أهم الأشياء اللي ممكن إنسان يشتغل فيهم وشرف لأي إنسان لأنه في الحالة دي هو بيتعامل مع الناس وبيتعامل مع قضايا تمثي الناس وشايفة إن اللي بتعمله ده يمثل حالة من النهوض بالمرأة ومستقبل المرأة ومجال عمل المرأة صارة عاشقة للقانون وعاشقة للعدالة وعاشقة للي بتعمله لها صورة على أحد الجبال وهي رفعة على مصر صارة عاشقة أيضا لمصر ولإن ده حلمها من وهي صغيرة وده برضو الأمر الثاني اللي عايزين نتكلم فيه إنه دعم الأهل نمرأة واحد أو يمكن يكون نمرأة اتنين نمرأة واحد إن يكون حلمك صارة وهي عندها 13 سنة بعتت خطاب لكلينتون بتطلب منه إنها تشتغل فقال لها إنه رد عليها وده شيء لطيف جدا وقال لها إن قوانين العمل في أمريكا بتمنع عمل الأطفال لكن صارة فضلت وراء حلمها هي حلمها إنها تشتغل في مجال العدالة في مجال تطبيق القانون حلمها إنها تشتغل لظابط شرطة صارة حاليا في أمن أحد الجماعات الكبيرة الشهيرة في الولايات المتحدة بتعمل بحب في المجال اللي كان عندها شغف فيه منذ طفولتها الأمرين اللي نتكلم فيهم في الموضوع ده إيه؟ نمر واحد إنه لما يكون عندك حلم وتفكر فيه وتسعى وراء من وإنت صغير وتصدق فيه وتشوفه أعظم حلم في الحياة وتشوفه أهم وأشرف هدف ليك في الحياة ويكون هو ده خطك ويكون هو ده المسار اللي حتمشي فيه حتمشي فيه مهما أي حاجة وقفت قدامك صارة بتقول إنه ظروف أبوها وأمها لما سفروا ما كانتش أفضل حال كانت ظروف سيئة لكن مع ذلك فضلت وراء حلمها ومع ذلك صدقته عشان عايزة تشتغل في مجال لو تكلمنا هنا في مصر هنلاقي إن فيه ناس كتير بتشوفه إنه مجال صعب صحيح فيه طبعاً مصريات الظابطات لكن أقصد إنه فيه ناس كتير بتشوفه إنه صعب نمر اتنين إنه الأهل اللي ممكن يكونوا خايفين أو مش موافقين أو شايفين إن الحلم ده صعب أو شايفينه مش مناسب لكن في النهاية بيدعموا وبيطبطبوا وبيقفوا وبيسندوا وبيساعدوا حتى لو كانت ظروفهم سيئة صار نموذج لبنت مصرية قدرت إنها تنجح في الخارج وتبقى ظابط شرطة كبير ومهم وحصل على الماجستير في العدالة الجنائية في الولايات المتحدة الأمريكية حبيت أشارك حضراتكم بقصة هذه الفتاة المصرية